مضمى اسمي سابق فعل انشغل عنه بنصب لغه او المحل فالسابق انصبه بفعل اضمرة حتما موافق لما قد ظهر والنصب حتم وانتل السابق ما يختص بالفعل كائم وحيثما وانتل السابق ما بالابتلا يختص ضرب علتزمه ابدا كذا اذا الجعل تلا ما لم يليد ما قبل معمولا لما بعده وجد واختير نصب قبل فعله يطلب وبعدما الى اهل فعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر اولى وانتل مع طرف فعل مخبرة ليعنى اسم فاطفا مخيرا وفضع في غير الذي مر رجح وما ابيح فعل ودعم لم يبه وفصل مشغول بحفظ جري او باضافة كوصل يجري وسوج الى الباب وصفا لا عمل بالفعل ان لم يكن من حصل وعرقة حاصلة بتابعي فعرقة بنفس اسم الله ما زائد كلا اتفقد المذكر حال الرحمه الله مضمر اسم سابق طويل Europe وشغر فعل النصب الليه السابق او محل الى او وهي السابق تقول زيدا اكرم زيدا اكليم vinegar زيدا امعنى وعلم Bogbe منصوب متقديم ووها اكلم فحى وفعل لكنك لم تقول زيدا اكرم لكنك ليس تعبدوا زيدا اكرم ظا كذرة vez let's say we gave him فل gebru our people تقول منصوب زيدا اكرمه وعلى التقدير altre sería اكرم زيدا ربennen المتقدم المشتغل عنهم وعامل مشغول وضم Kop貝 زيدن الركل الاول يكرم الركر المشعول ولا ضمörه عل قبل мнجموم اسم سابق شغل العامل عن نصب نف به كقول لك زيدن اكرمون او محلي كقول لك اله اكرمون هذا لكل المنصور وليس مثل منصور المحل لك انه لم يكبدي في المنصور له او مدرور الى مجهور ثم عنك فنصبها ـ كلمة فالسابق низته فتقول زيدان امرر به لو قدرتها امرر لا تنصبوا فان لازم والله لم يعد لهم تقول جاوز زيدان جاوز تقريبا مثل امره واذا قلت بالت العرب زيدان اضرب ولامه لو قلت اضرب زيدان خطأ لن تضرب ضرب زيدان تقول ايه زيدان من ضرب ولامه هم فقد اهنا الباب خمسة اقسام ما يجيب نصبه وما يترجح نصبه وما يجيب رفعه وما يترجح رفعه وما يتساوياء بدأ بالاول قال والنصب حتم انت لا تسابق وما يقتص بالفعل كأي ام واحد اذا جاء الاسم السابق والاسم المشتغل عنهم بعد اداة لا يليها الا الفعل عليك ان تصبه تقول ان زيدا لقيته باكلمه تحب ان تقول ان زيدا لقيته وعلا انه مرتدى مرفوع لا يجزه ان الشرطية وادوات الشرط لا يليها الاسم اصرا لا بد ان تصبه بالفعل مضبغ فتقول ان زيدا لقيته زيدا من صلع الشراء وجبان كذلك حديث ما مثل ان لاحظ مرقة بينهما كلاهما اسم شرط ان حرف شرط وحديث ما اسم شرط كلمهما حديث ما وانت للسابق وما بالي ابتداء يقتص فرر على التنزيمه كلمة فرر على التنزيمه من صلع الاشتغال فرر تقول خرجتو فاللاء زيد يكلمه عمر خرجتو فاللاء زيد يكلمه عمر لا يجزل ان تقول فاللاء زيدا لان اذا الفجائية وانت عربي الى الفجائية لا يليها الاسم انت تنصب بتقديم فعل فلا يصح ان يقع هنا لانت لسل تقول خرجتو فاللاء ينام وتستطيع ان تستطيع فاللاء زيد يكلمه فاللاء زيد يكلمه فاللاء زيد يكلمه وكذلك ليت ما تقول ليت ما عمر تكلمه لان ليت ما لا يليها الاسم فالعربية فاللاء تنزيمه ابدا كلا الى الفعل كذلك الى الفعل جاء بعد اداة لا تسمح لما بعدها تقول زيد اين لقيته زيد بالرفع لا تستطيع ان تصير بلقيته دخلت بينهم اين ومن خواص اين واسمع الاستفهم ان ما بعدها لا يستطيع ان يقع هنا ورد الصوار زيد اين لقيته خالد ما رأيته زيد اين لقيته فاكلمه الدوات الشرف لا يعملوا ما بعدها بما قبلها انا اقول لي لا يعملوا ما بعدها بما قبلها زيد اين لقيته لا تعمل في اين لزيد وما لا يعمل لا يفسر عامل قال رحمه الله واختير نصبه هذا النوع الثالث واختير نصبه قبل الفعلين لطلب والطلب الامر والنهي هو الدعاء تقول زيدا اكلمه الراجح هنا النصب لانك لو قلت زيد اكلمه اخبرت عائل المرتدي بجملة طلبية ونصل ان يخبر عائل المرتدي بجملة قبلية تقول زيد قادم ربوه زيد حضر لا تقول زيد اين لقيته ليس جيدا زيد اكلمه ضعيفا ولكن جاهز على كل حال فالنصب راجح وتقول زيدا لا تنينه وزيدا رفض الله له هذا الطلب واختير نصبه قبل فعله ويطلب وبعد ما الهاء في الفعل غالب هناك ادوات عنده في العربية موجودة يليها الاسم ويليها الفعل لكن يليها الفعل واكثر من الماء النافية وان النافية وانزه الاستمام هذه ادوات اكثر ان تقول اقدم زيد اكثر من قولك يا زيد قدم وما قدم زيد اكثر من قولك ما زيد قدما مفر اذا جاء بعدها الاسم المشتغل عنه اذا جاء قبلها الاسم المشتغل عنه الانظه تقول لا زيد ان لقيته ولا ععمر لا زيد ان لقيتها لا زيد ان لقيته ولا عمر لا 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 المطبع زيد ولا اعمر وتقول ما زيدا لقيته ولا عمره قال الله تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه أمثل السلام لا ترى يلي الفعل جاء بعدها باسم المشتغلان فالتصب أنا أقول لي كبائد الفعل تلال واختير نصف قبل فعل الذي طلب وبعد ما إلاءه الفعل غلب وإياربع وبعد عاطف بلا فصل على معمول الفعل مستقلا هولا تقول قابلت زيدا زيدا معمول قابلت وعمرا أكرمته الأحسن فيها أن تنصب عمره لأنك تنصبه بتقضيه لو كلمت عمره أعطفت جملة فعلية على جملة فعلية وقع التناسقه لكن لو قلت وعمرا أكرمته أعطفت جملة اسمية على جملة فعلية وفيه ضعب وكذلك تقول حتى لو كان مرفعا تقول جاء زيدا وعمرا أكرمته سيدا وإن كان مرفعا لكنه معمول الفعل العلة باقية وإي أن النصب بتقدير فعل وفيها الحالة يقع التناسقه عطفت جملة فعلية على جملة فعلية وقوله بلا فصل مفهومه أنه إذا كان هناك فاصل فلاصل رفع تقول أكرمته زيدا وأما عمر فأهمته ودي الفاصل فنقوله وبعد عاطف بلا فصل على معمول الفعل مستقر لو أقرأ وإن أنت قصد له شيخ اقول ولذي لا أخص الرعب tuvoية عي stata مabetes أو شاكين للمعطوف في علم وفي جملة مامة وفعل المخكين يا جملة كبرا جملة من د Prof بقول لك زيد قادم او قادم زيد لا كبرى ولا صورة فإذا عطفت الاسم المشتغل عنهم على جملة كبرى من رأيت الجملة الصورة التي بجانبك نصبته ورأيت الكبرى رفعته فتقول زيد قادم ابوه وعمرا كرمته عمرا بتقدير انك عطفت على جملة قادم ابوه جملة فعلية ويقول عمرا كرمته بتقدير انك عطفت على زيد قادم ابوه وجاء في القرى هذا المثال ولم ارى من المرحات من الثلبية وتوصلت ليه والله قال الله عز وجل والشمس تجري لمستقل للك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه ورش والقمر قدرناه وجاء في قراءتين سبعيتان وانا قوليه وانتنى المعطور البيئة المخبرة بها عن اسم باطلا مخيرنا